أهلا بكم من جديد وأرحب بكم في أولى فقراتنا لهذا الصباح يعتبر التعامل مع الآخرين فن ومهارة توجد لدى البعض بينما يفتقدها البعض الآخر إذ جميعنا بحاجة لنتعلم هذا الفن وذلك لاختلاف طباعنا عن بعضنا البعض اليوم نتحدث أكثر عن هذا الموضوع وما مهارات التعامل مع الآخرين وكيف يمكن أن نحسن علاقاتنا مع الآخرين مع الدكتور طالب تكيدك استشاري تنمية بشرية وتطوير أداء يسعد صباحك يسعد صباحك كيف حالك اليوم؟ تمام الحمد للبعض مع عجواء الحر والصيف شوي ممكن الوضع ببلش خربة طبعاً نعرف أنه المهارات في منها بتكون يعني فطرية من الله سبحانه وتعالى ولكن هناك مهارات تكتسب من خلال الحياة العملية والتراكمية فلو بدنا نتحدث عن المهارات التراكمية كيف ممكن أن نطورها يسعد صباحك مرة يعني وخليني أبدأ بقصة صغيرة صارت معي سنة الألفين وثمانية كنت عم بعمل استشارة شخصية لطبيبة مدخرجة جديدة والطبيبة هي جداً ذكية جداً رائعة وبعد ذلك مقتنعة أنه هي فاشلة وعلاقاتها بالإستاج أو بالتدريب مع زملائها كانت شوي سلبية وأخذت التدريب شخصي معاي تقريباً ثلاث شهور بآخر الثلاث شهور تبعد لي إيميل بتقول لي أستاذ طالب شكراً كتير أنا بطلت بحتاجة للتدريب منك لأنه كل الحوالي والزملاء صاروا منحة فألت لها أول شيء مبروك أنهم صاروا منحة لكن معلوماتي أنه أنا كنت أشطيل معك ثلاث شهور مش مع زملائك بعد كمان تقريباً شهرين أو ثلاث شهور بعتت كمان إيميل كان انقطعه وبتقول لي تعرف أنه مضبوط كلامك هلأ انتبهت أنه أنا اللي تغيرت مش هم كتير من الناس وممكن كمان من مشاهدينا كتير ناس هلأ ضحكوا على فكرة أنه الناس اللي تغيرت مش أنا ومع ذلك أكتر من تسعين بالمئة من الناس بتطلب وبتفكر وتتوقع أنه الآخرين هم اللي بدهم يتغيروا لحتى علاقتي معهم تتغير مش إنه البداية دا تكون عندي وإذا أجا جزء قليل منهم اقتنع بإنه التغير بيبدأ من داخلنا إحنا مش من الآخرين ما بيعرف كيف هو بيعرف كمع علومات إنه آه صح لازم أنا أتغير طب كيف بدي أتغير ما بيعرف كيف على الأرض على الواقع وبالتالي هون بتنشأ موضوع إنه هاي في علا مهارة ومهارة مكتسبة الأشخاص اللي عندهم ياها من الله هم مش إنه عندهم ياها كجينات هم نوضعوا في ظروف بيئية أو حياتية معينة طوروا هاي المهارات غالبا من غير ما يعرفوا إنها اتطورت فصاروا شطرين فيها لأنه نوضعوا في احتكاك معين رب نحطهم فيه آخرين ما نحطوا في هيك موقف أو ما أدركوا إنهم نوضعوا بهيك موقف ما تعلموا ما طوروا ذاتهم فظنوا إنه الناس كلهم مش مناح وإنه لازم يتغيروا صح كمال بنتحدث عن أسس التعامل مع الآخرين لحتى يكون فيه علاقات طيبة وكيف يعني دايما يكون فيه ود يكون فيه إنتاجية كمان من ناحية العمل فأهم من أسس كيف ممكن نتعامل مع الآخرين مشكل جيد ولطيف ممكن نأخذها بشيء أنا بسميه بشغلي مثلث القوة مثلث القوة ثلاث أجزاء بقول للجزء الأول أنه أنا لازم أبدأ أغير بذاتي وهاي لحالها عالم بداخله كتير من الأدوات اللي ممكن نطورها سنأخذ أحد الأدوات اليوم أو هلأ على المحال بأنه أبدأ أغير كيف أنا بفكر وكيف أنا بشوف الأمور فأنا أعطي وظيفة أعطي مهام تطبيقية ووظائف أنه لمدة أسبوع فقط لكل مشاهدينا أنه ندرب حالنا على أنه كل يوم نسجل على ورقة وأقلم أنه خمس أمور إيجابية أنا شفتها اليوم وخمس أمور إيجابية صارت معي اليوم خمسة زائد خمسة لمدة أسبوع واحد فقط الهدف من هذا التدريب أنه أدرب دماغي أنه يصير يشوف الأمور بطريقة مختلفة عن اللي عتادها معظمنا من قول ما فيش إشي حلو بها الحياتة بتاع نجرب نطلع نشوف سبوع واحد فقط لا نتحدث عن شيء كثير هكذا أبدأ هذه واحدة من أكتر من خمسة وعشرين أداة موجودين فقط في كيف أبدأ أغير بذاتي أشوف الأمور بطريقة مختلفة عندما نذهب إلى موظفين مثلا في بيئة عمل يكونوا جداد أول سنة لغاية ثلاث سنوات كل موظف أو موظفة يريدون أن الآخرين يكونوا منح معه لا يعرف أنه هو اللي لازم يغير ويرفض مرات يغير بلك هذا أنا أنا أرفض أنه أنا أتغير هم اللي غلط هم اللي لازم يتغيروا هذا الشغل الفوضى ما بيعجبني أنا لازم كباب تيرفي عندنا كتير أفكار عن ذاتنا وعن الآخرين مسبقة مش بالضرورة تكون صحيحة ومنبدأ نعامل الآخرين من خلال هاي النظرة وبعد فترة من الزمن ندخل في صدام في بعض الأحيان ويأما منتعلم الدرس وبدأ فعلا يصير عندنا تغيير ومنندمج مع المحيط أو رح نظلنا موجودين في مشاكل فهذا الجزء الأول هذا الأساس الأول الجزء الثاني بعد ما أكون ساعدت نفسي وبدأ فعلا أغير من الداخل بدي أبدأ أشوف كيف بدي أصنع تعاون مع الآخرين أنه الناس تصير بديها تتعاون معي في بيئة العمل أو في غير بيئة العمل مجرد سؤال نفكر فيه لو ما فيه تعاون بيني وبين زملائف العمل أو بيني وبين الموظفين اللي موجودين بشتغلوا معي أو بشتغلوا عندي كيف طبيعة الشغل والإنتاجية راح تكون أغلب الظن منخفضة جدا لما بطلب من زميل لأيلي شغلة معينة لو فيه ود بيني وبين هذا الزميل أو الزميلة بسرعة بعمل الإشي لو ما فيه ود بسير أجل وبسير يطلع بدل العذر عشرة وكلهم مقنعين لكن ما بسوي الإشي اللي أنا طلبته منه ولما يرجع يطلب مني إشي بردله إياها مرة تاني إنتاجية الشغل نزلت وهذا الحكي كله لأنه ما عم نعرف كيف نعمل تعاون فالجزء الأول تغيير من الداخل الثاني كيف نعمل تعاون مع الآخرين الثالث بدخل لمرحلة التأثير في الآخرين يصيروا يعملوا الإشي المنتج من غير حتى ما أنا أطلبه وإذا عملنا الثلاثة هذول هم الأسس تغيير من الداخل التعاون التأثير بيصير في عنا إنتاجية في العمل وكل واحدة من هذول عالم وكل واحدة منهم إلها مهارات كيف أتعلم أطبقها بحياتي يعني من هذا المثلث مثلث القوة نقدر نحكي من خلال الواحد ويقدر يحسن علاقاته مع زملاءه أو حتى في حياته العامة بجانب التعاون بجانب الإنتاجية يعني فهذا الأشيء أكيد كمان مهم كمان يعني من الأشياء الكثير مهمة ممكن الواحد نعرف بتصادم قلنا في بداية الفقر أنه كل طبع بيختلف يعني أنا طبع بيختلف عن طبعك مثلا وكلنا طباع مختلفة صحيح ولكن كيف ممكن أنه إحنا نفهم الشخص اللي قدامنا يعني نتفهم طبعه الموجود نعمل على هذا الأساس كيف ممكن أنه نفهم الشخص الأمامنا بداية بدي أفصل بين الشخص وبانتصرفاته يعني الشخص كشخص خلقة الله فأنا بتقبله كما هو تصرفاته هذه مهارات سلوكية ممكن أغيره إياها فكتير من الناس بتحاول تغير شخص تغيير الأشخاص تقريبا على أرض الواقع غير ممكن تغيير تصرفاتهم أو سلوكياتهم ممكن تغيير الشخص اللي تقصد فيه اللي هو الطباع الموجودة فيه إذا أنا أخدت إنه الطباع والتصرفات هي الشخص فراح يصعب علي تغييره لأنه هون كمان شغل بمثلث أو بطريقة تعاملنا تلزمنا فلسفة توجه أو طريقة تفكير إذا أنا دمجت الشخص مع تسلوكه إنه هذول هتنين واحد فبصير بدي أغير الشخص نبرة صوت بتحتد وبصير هذا البني آدم بدي يتغير وما في بني آدم على وجه الأرض بيحب حدا يغيره وبالتالي بصير عندي إشكالية وبصير عندي مقاومة ومنتمشكل مع بعض بالمقابل إذا قلت البني آدم هذا جدا رائع كبني آدم هيك الله خلقه لكن تصرفاته بدها تغيير فاحترمت البني آدم كبني آدم واشتغلت معه على تعديل بعض التصرفات عنده هو رح يتعاون معي عشان يغير بعض التصرفات اللي عنده لأنه هو ما فيه إشي تصرفاته البدا تغيير فإذا تطلع بزاوية نظر أنه أفصل الإنسان كإنسان عن سلوكياته لأنها ممكن تتغير الإجابة للسلب هون بصير عندي قدرة على تغيير سلوكياته وهو هيكون مطمئن أنا منيح ما فيه إشي هي بس بعض الشغلات اللي عندي هي اللي بدأت تتغير مش أنا اللي بدأت تغير هذي كتير بتساعدنا في الانطلاق نحو مساعدة الآخرين أتغير أنفسهم كتير مهم لك أصحاب العمل رؤساء الأقسام ما في حدا بيغير حدا أقصى إشي بقدر أعمله أساعد الشخص يغير ذاته هاي هي أغلب المشاكل اللي بتصير يعني في الحياة العملية وحتى في الحياة الاجتماعية كل شخص بحاول يسقل الشخص اللي عنده وصفاته أو سلوكياته على الشخص الآخر فبالتاني هون بتكمن المشاكل حترفوض الناس لأنه أنا بطبيعتي كإنسان حقاوم هاي طبيعة اللي أنا ببني فيها من يوم من ولدت تيجي تقولول إنها ما بتنفعه بدها تتغير لا ستب واقفوا مراح سأسمح لكم إذا قلنا له أنت كما أنت رائع في عندك جزئية معينة ممكن تطويرها وحتفيدك إذا طورتها أغلب الظنح يقول لي ورجوني كيف صح هو الأسلوب كمان بالعب دور كيف أنه الواحد يحكي مع الشخص أمامه كمان ممكن نتعرض إحنا لكتير ناس غامضين خاصة في العمل فكيف ممكن أن نتعامل مع هؤلاء الأشخاص وكيف يعني نتعامل معهم أغلب الناس الغامضين هم ناس يجرحوا يعني أنا جربت أنكشف للآخرين مسبقا فانجرحت استهزئوا فيي غلطوني اطلعوا لي بنظرة سلبية فمع التكرار وأنا شخص ممكن أكون شوي حساسة زيادة عن اللزوم فقررت أنه أنا أبدأ أخبي لا خلي اللي جوه جوه ما تطلع لبرة مع الوقت طورت مهارة عدم الانكشاف أو عدم الانفتاح على الآخرين لفظا على الأقل وصرت أخبي اللي بداخلي بداخلي ومع الممارسة صارت مهارة قوية عندي وصرت شاطر فيها فما بحكي لحد إشي فأسمى غامض لحتى شخص يقدر يتعاون ويوصل مع هذا الشخص الغامض أول شغل ده يعمل هذا يريحه فإنه فعلا أشعر أنه أنا مرتاح لها إذا ارتحت لإله وشعرت بالثقة ومش حتكون سهلة لأنه نقرست كذا مرة قبل إنه وصلنا لهذا المستوى بسهولة ممكن نطلع لداخل الشخص تحدثنا عن مثلث القوة وآخر خطوة من الخطوات هي إنه كيف نأثر على الآخرين ففعلا كيف نقدر إحنا نأثر على الآخرين بطريقة منتجة خاصة في جو العمل واحدة من الطرق اللي جدا سهلة إنه أسأل أسئلة بدل ما أعطي رشادات وأوامر معظم الأشخاص في المحيط أنه اعمل كذا سوي كذا فإذا بدي أطلب مثلا نقول أنت موظفي عندي وأنا بدي منك تقرير فبدل ما هقولك أنه بكرة بدي التقرير ساعة تسعة الصباح يكون على المكتب عندي أو تبعتي لي يا إيميل فأنا ممكن أجي أقولك ممكن التقرير اللي حكينا عنه بكرة الساعة تسعة يكون عندي على المكتب أو على الإيميل وبستنى رد منك ما بترك أو شو بدك مني كمديرك لحتى أنه التقرير يكون عندي بكرة الساعة تسعة الصباح شو بيلزمك مني أساعدك يا أما بتقولي لي شو بيلزمك يا بتقولي لي ولا إشي بكل الأحوال أنت امتلكت الإجابة أصبحت ملكك لأن طلعت من عندك فأنت رح يكون إحصائيا احتمالية تحقق هذا الإشي الساعة تسعة الصباح بكرة رح يكون كتير أقوى لمجرد أني استخدمت السؤال بدل الأمر أو بدل الطرح المباشر وهذا الشيء جميل وكتير بسيط مجرد أني أداري بحالي عليه أسبوع هذا لكل المدر أو لكل المسؤولين أن أي موظف جرب أنك تضع الإشي بسؤال وكتير مهم السؤال ما يكون باللسان التحقيق هو استفساري أنا بستفسر منك قامت الشيء بالدوسير مش بحقق أو بهدد والفرق بين التنتين نبرة الصوت كمان يعني في جو العمل كتير مهم يكون في صدق وصراحة بين الزملاء الزملاء في العمل فكتير مهم أنه نتعامل مع الآخرين بصدق وصراحة كتير مهم يكون في صراحة لأنه بتوصلنا لإنتاجية مشكلتنا في بيئة العمل إذا أنا ما أعجبني شغلك ما بيقول لك مباشرة بروح بيقول لسين عنك بس من وراء إن شاء الله يتعطر بدرجة ويوقع وهذا كله إذا بيعمل إش في بيئة العمل هو بنزل الإنتاجية وكصاحب بعمل أنا يعني الإش اللي بركز عليه دائما بدي إنتاجية أعلى فبدل ما أجي بالأوامر والصياح يلا يا شباب يلا صبايا بدنا إنتاجية أعلى قائد العمل أو مدير العمل الناجح بيعمل جو منتج في داخل العمل بإنه يحسن العلاقة بين الأشخاص مش يحسن الأشخاص صحيح بس أحيانا ممكن تكون الصراحة سلبية في حال إنه كانت يعني فيه فرق بين الصراحة وبين بين قوسين وقاحة فبالتالي يعني قداش مهم الصراحة بس يعني بنفس الوقت ما تجرح الأمامنا وبنفس الوقت ما نوصل للمرحلة إنه نخاف من الصراحة توصل للمرحلة من النفاق وبدنا كمان نحكي شوية عن النفاق والمجاملة يعني أكيد فيه شعرة بينهم تفصل كمان هذا الشيء كثير مهم هذا الموضوعين مختلفين مهرتين من فصلتين الفرق بين الصراحة حتى ما تصير وقاحة نستعمل هذول الكوشنز أو المخدّع نقول إنه بالكلام باستخدمهم لحتى يخفف وقع الصراحة وما يصير وقاحة مثلاً إنتي عملت تقرير كان فيه نقطتين أو تلاتة ما أعجبوني وأنا مدير أنواع المدرأ أو المسؤولين بأجي بأقول لك شو لك مش ميح هذا بأحسن الظروف أخدي عدي الموظف بطلع مش عارب شو يسوي إيش اللي مش منيح ما أنا سويت تلات أربع ساعات أو أيام بشتغل عليه ما حد حدد لي وقال لي شو لك مش منيح وأنا كمدير لازم أكون صريح مع الموظف ونبرت الصوت بتلعب دور هاي طريقة طريقة تانية إنه شغلك كان ممتاز لكن ناقصوا شغلتين ثلاثة استعملت كوشن بس كانت بتجرح برضو شوي فناقصوا شغلتين ثلاثة يريد تتعدليهم وممكن آجي أقول باستخدام السؤال الذي ذكرناه قبل شوي إنه شغلك كان كتير ممتاز ومع ذلك ممكن يكون أكثر تميز إذا بتزيدي عليه نقطتين بتحبيت يعرف إيش هم أغلب الضان أغلب الضان فوق الخمسة وتتعين بالمئة من الموظفين حيقول لي آه بدي هلأ بقول لهم نقطتين محددين ما بكتر خلال ستين ثانية بعطيه بالضبط اللي بدي يا وبقول لوا أتأمل منك بكرة ساعة تسعة الصباح وبرجع للسؤال فيه إمكانية بكرة تسعة الصباح أخذ هذا الاشي وهيك خلصنا فهي أنا حطيت الصراحة ولكن استخدمت المخدات لحتى أخفف النوع وما حطيت شعور بالاستياء بالمقابل إذا بدي أجامل شخص لحتى ما يكون نفاق لازم يكون فيه دليل هي أهم شغلة إذا أنا بدي أجي أحكي لك شغلك ممتاز وبس أو بدي أجي أقول للمدير اللي عندي أنه أنت مدير رائع وخلص ممكن جدا تؤخذ على أنها نفاق لكن إذا بدي أقول له مدير رائع والسبب اللي خلاني أفكر هيك أنه مبارح أنت سويت واحد تنين ثلاثة وهذا الشيء اللي صار خلاني أفكر أنه أنت مدير أو موظف ممتاز هاي النقطة والدليل بيخليها مجاملة وبتبطل نفاق صحيح نتحدث كمان دكتور طالب عن أهمية التمييز بين المعلومات والمهارات لحتى نصنع التغيير هاي نقطة كتير مهمة لأنه معظم الأشخاص اللي بروحوا يقرؤوا في مجال التطوير مجال الموارد البشرية التنمية البشرية التحسينة بذاتي أو تطوير الأداء نقرأ كتب نحضر محاضرات وبس صار إلنا معلومات المعلومات كمعلومات ما بتفيد يعني معظم اللي حكيناه اليوم معلومات أغلب الناس بيعرفوها واللي شتغل بسوق العمل ثلاث سنوات فما فاق سار بيعرفها طب شو الفرق إن بتزبط أو ما بتزبط أنت دربت عليها ولا لا صح كتير ناس سهل عليهم مثلا عزبدالله فكّر بفلان بطريقة سلبية أو هذا الموضوع اللي أمامنا ممكن تطويني أربع خمس سلبيات فيه بخلال دقيقة ستين ثانية بيعطيني أربع خمس سلبيات إذا مش أكثر طب ممكن تطوينينا خمس ست إيجابيات نفسها لكن الفرق بين التنين هو الممارسة والتدريب على التفكير بطريقة سلبية تدربنا على مدى سنوات كتير من السعات فأصبحنا محترفين في التفكير السلبي وبالتفكير الإيجابي تدربنا كتير أقل فلازلنا هو فإذا بدي أسير أقوى بالتفكير الإيجابي مطلوب مني أدرب حالي مش أحفظ المعلومات حفظ المعلومات وفهمها لا يؤدي إلى نتائج زمان كان يقولولنا العلم قوة اكتشفنا مع العمر أنه العلم مش قوة هو وضع العلم في الفعل هو الذي يمتج صحيح ما بنقدرنا أخذ العلم بمعزل عن التطبيق فلازم يكون في تطبيق إذا أنا طبقت فبوصل لنا نتائج كتير ناس بيقول لك ما أنا جربت أربع خمس مرات ما زبتت معي انسى فعشلة فهون برجاء لأ إذا انت جربت ارجع لحد لمدرب لشخص يتطلع شو انت عملت من زاوية خارجية ويقول لك كيف عم تشتغل مش لأنك سيئ أو ضعيف لأنه هم بيطلع من بره عنده زاوية نظر أفضل من الخارج زي اللي بيرجع بسيارة بطريق ضيق هو سائق محترف لكن بطريق ضيق وما في مري على الجوانب ما راح يقدر يشوف الطريق بلزموا حدا من بره حتى لو ما بيعرف سوء بس يدلوا على الطريق مش لأنه حسن منه لكن لأنه عم بشوف بزاوية مختلفة بتساعدني أتوجه صح باستخدام هذا الفكرة كفلسفة التفكير وإني أتدرب مع موجود مراقب خارجي هذا الأمر بساعدنا على أنه نطلعه من هون ابتجي الدورات اللي إحنا منسويها وهذا الإحشي اللي إحنا عملناه كاللقاء الفكرة منه أنه في عنا دورة مجانية عن طريق الإنترنت بنعمالها للي بحب شارك بأنه يفوت على يسجل عنا فيها وياخد كيف يعمل هذه المهارات ويطبقها وكيف ممكن ياخد فوائد ويخلي فكرة واحدة برأسنا لو ما طورنا هذه المهارات التكلفة شو أحدكم صحيح غالبا مرتفعة صحيح يعني موضوع جدا جميل مفيد للجميع أو لجميع شرائح المجتمع كيف يستطيع الواحد يتعامل مع الآخرين وزي ما حضرتك قلت يعني مش مهم إحنا أكي منعرف معلومات عن المهارات أو عن أي شيء في الدنيا إذا ما طبقنا وتتعاملنا معها وتدربنا عليه لأنه دائما نتحدث عن مهارات مختسبة فهذا الإشيء ضروري إنه مش بس نعرف المعلومات عنها لحتى ندعم معلوماتنا لازم إن تبقوا شكرا كثير دكتور طالب دكادك استشاري تنمية بشرية وتطوير أداء شكرا شكرا لكم مشاهدين ننتقل معكم الآن إلى يونس ثروة وكلمات نتداولها يوميا لن تتوقع وجودها في اللغة التركية شكرا للمشاهدة